اشتركوا في القناة الهدف التعلمي يرسم الهمزة في وسط الكلمة على الالف ويحفظ القاعدة اذا اعيد الهدف التعلمي يرسم الهمزة في وسط الكلمة على الالف هنا نركز على الالف ويحفظ القاعدة اذا الظاهرة الاملائية الهمزة المتوسطة على الالف اذا نطرح اسئلة لتكوين السند وتلوين الظاهرة الاملائية إذن نطرح أسئلة لتكوين السند وتلوين الظاهرة الإملائية إذن من النص استخرجنا السند التالي إذن توازن رأسها سلة كبيرة من الفاكهة وفجأة سمع أقوث عواء من بعيد توازن رأسها سلة كبيرة من الفاكهة وفجأة سمع أقوث عواء من بعيد إذن هنا نطرح الأسئلة التالية أولا قراءة السند من طرف المعلم ثم من طرف المتعلم قراءة السند من طرف المعلم ثم من طرف المتعلمين إذن حسب ما تقتضيه الضرورة والوقت ثم نطرح مجموعة من الأسئلة ثم نطرح مجموعة من الأسئلة إذن أول سؤال ما هي الكلمات الملونة؟ إذن ما هي الكلمات الملونة؟ إذن الكلمة الأولى الملونة إذن توازن رأسها إذن الكلمة الأولى الملونة هي كلمة رأسها إذن هي باللون الأحمر ثم الكلمة الملونة الثانية وهي باللون الأحمر فجأة هتان الكلمتان الملونتان إذن هتان الكلمتان الملونتان إذن فجأة ورأسها إذن أين وقعت إذن أين وقعت الهمزة فيها أين وقعت الهمزة فيها إذن هنا في هذه الكلمة وقعت الهمزة إذن هنا في الوسط ها هي الهمزة على الألف في الوسط وهنا أيضا وقعت الهمزة في الوسط لم تقع في الأول أو في آخر الكلمة إنما في وسط الكلمة إذن ما هي حركتها إذن ما هي حركتها إذن هنا الحركة الهمزة الأولى حركتها الساكنة وهنا حركتها مفتوح إذن هنا السكون وهنا الفتاة هنا ساكنة الأولى ساكنة والثانية مفتوح إذن ما هي حركة الحروف التي قبلها؟ إذن حركة الحروف التي قبلها الأولى قبلها مفتوح والثانية قبلها مفتوح معفوا ساكن وفجأة قبلها ساكن إذن وفج وفجأة إذن قبلها مفتوح وقبلها ساكن الحمزة الثانية قبلها ساكن إذن هنا السكون إذن على ماذا كتبت الحمزة إذن على ماذا كتبت الحمزة كتبت الحمزة على الألف إذن هنا كتبت الحمزة على الألف لم تكتب على السطر ولم تكتب على و ولم تكتب على أي شيء إذن كُتبَتْ على الألف و في وسط الكلمة لنرى ماذا تقول قاعدة كتابة الهمزة المتوسطة إذن القاعدة أكتب الهمزة المتوسطة على الألف أولاً قاعدة الأولى إذا كانت مفتوحة وما قبلها مفتوحة أو ساكن إذا كانت هي مفتوحة وما قبلها مفتوح أو ساكن ما قبلها يكون إما مفتوحا أو ساكن تكتب على الألف مثل سألة هي مفتوحة وما قبلها مفتوح مثل مسألة هي مفتوحة وما قبلها ساكن إذن القاعدة الأولى إذا كانت مفتوحة وما قبلها مفتوح أو ساكن تكتب على الألف إذن ثانيا إذا كانت ساكنة وما قبلها مفتوح إذا كانت ساكنة ساكنة معنى سكون وما قبلها مفتوح تكون الفتاة إذن مثل رأس إذن ما قبلها مفتوح وهي ساكنة إذا كانت ساكنة إذا كانت ساكنة وما قبلها مفتوح إذن هذه هي القاعدة أعيد القاعدة مرة ثانية أكتب الحمزة المتوسطة على الألف إذا كانت مفتوحة وما قبلها مفتوح أو ساكن مثل سأل مسألة ثانيا إذا كانت ساكنة وما قبلها مفتوح مثل رأس إذن هذه القاعدة تحفظ جيدا إذن هذه القاعدة تحفظ جيدا إلى هنا أترككم في رعاية الله وحفظه إلى فيديو قادم ودرس قادم إن شاء الله أترككم في رعاية الله وعليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة